موسيقى النهاردة في إطار السعدادات لمباراة غزل المحلة اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار تيش السعدادات المباراة المقرر لها غدا في تمام التسعة والنصف على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الـ 22 في بطولة الدوري الممتاز وطبعا دي لحظات نزول الكابتن سان عبد الحفيز وكابتن سامي أمصان وبقية أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بدأت التدريبة بمحاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة كابتن سان عبد الحفيز كان حريص على الحديث مع اللاعبين لتحفزهم قبل مباراة المحل الفريق النهاردة عمل ايه؟ عمل فقرة إحماء قبل خود تدريبات الكرة والحرس خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تطبيقه خلال مباراة المحلة غدا طيب ايه هم المصابين؟ المصابين زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم في المصابين وهنتكلم في حاجات كتيرة جدا تخص مجموعة المصابين اللي موجودين الدكتور دكتور أسامة مصطفى رئيس جهاز طبي لقطاع ناشئين والمتواجد مع الفريق الأول اللي حين عودت دكتور أحمد أبو عبلا اتكلم عن الإصابات في صفوف الفريق قبل مباراة غزل المحلة المقرر لها غدا وقال إن الإشاعة التي أجراها أحمد عبدالقادر أثبتت تعرضه لمزء في منشأ العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاث أسابيع قال الدكتور أسامة مصطفى إن علي معلول لعب الفريق تعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية اليسرى ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين أسبوع وعشر تيام أوضح أيضا رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين أن تشخيص إصابة حمد فتحي عبارة عن شد في العضلة الخلفية اليسرى يحتاج إلى فترة علاج ما بين أسبوع وعشر تيام الدكتور أسامة مصطفى قال إن حسين الشحات أيضا اشتكى من كدمة في الكاحل الأيصر ووطر أكيلس ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى أسبوع زي ما حضراتكم شايفين هنا حسين عبد الفتاح حسين الشحات بيتكلم بيحتفل بعيد ميلاده وطبعا ده تقليد من الفريق بيلعبوا معي كما تطرق رئيس جهاز الطبي لقطاع الناشئين حديث عن حالة أيمن أشرف مؤكدا إنه اشتكى من التهاب في الركبة ويحتاج إلى فترة علاج قد تصل إلى أسبوع أيضا الدكتور أسامة مصطفى قال إن علي لطفي ما زال يعاني من جزع في الرزغ الأيمن ويقطع للعلاج يعني أسماء كبيرة وكثيرة جدا الحقيقة كانت متواجدة خلال هذه الفترة كان مصابين محمد عبد منعم كمان النهاردة شارك في التدريبات الجماعية أو سيو شارك أنا آسف في التدريبات الجماعية عقب مباراة المحلة بعد التأهيل الكامل والاطمئنان على كل ما يخص محمد عبد المنعم إن شاء الله بعد مباراة المحلة يكون متواجد في التدريبات الجماعية وإن شاء الله يكون جاهز لمباراة نادي بيرامدز في كأس مصر قال برضو الدكتور أسامة إنه طبعا الدكتور أسامة مصطفى اللي هو متواجد مع الفريق الأول لحين عود الدكتور أحمد أبو عبلة إن محمد عبد منعم حالته مطمئنة ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابة العضلة قلضمة وينتظم إن شاء الله في التدريبات الجماعية عقب مباراة المحلة النهاردة محمد نزل في التدريبات بشكل خفيف في التدريبات الإحماء حاجات بتبقى خفيفة كده وكورة أكتر منها أي شيء آخر بعد كده الحقيقة ابتدى يعمل أو يكمل برنامجه التأهيلي في ظل إن شاء الله عودته بعد نهاية مباراة المحلة للتدريبات الجماعية بشكل كامل برضو موعد انتظام عليش عندنا النهاردة مستشفى كبيرة جدا وطويلة جدا موعد انتظام آليو ديانج في التدريبات الجماعية قال الدكتور أسامة مصطفى إن آليو ديانج سيكون متواجد في التدريبات أو سينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة غزل المحلة التي ستقام مساء غدا على استعداء الأهل والسلام ضمن الجولة الـ 22 ديانج كان اشتكى من كادمة في الرجبة خلال مشاركته في المران منذ أسبوع أو بعد عودته من منتخب مالي النهاردة برضو كان فيه لقطات كتيرة جدا حنوريها لحضراتكم دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين آليو ديانج لسه حتى هذه اللحظة لم ينتظم في التدريبات الجماعية ولكن إن شاء الله مع الأيام القادمة وزي ما سمعته دكتور أسامة مصطفى بيطمنا وبيقول أنه حيبقى موجود قبل مباراة بيراميدز ويعود إن شاء الله وطبعا زي ما حضراتكم عالفين دكتور أحمد أبو عبلا مسافر ألمانيا والنمسا بيتابع حالة أكرم توفيق اشتركوا في القناة